طبعا على الأقل يعني 28 مرة في سفر الرؤية بيتكلم عن المسيح اللي يشبه بالخروف مثلا وهم غلبوه بدم الخروف الذي أحبانا وقد غسلنا من خطيانا بدمه أو بيتكلم عن الناس الأسماء المكتوبة في سفر حياة الخروف بيتكلم عن ترنيمة الخروف بيتكلم عن رسل الخروف بيتكلم يعني عن كل قبيل الشعب عم بيسبحوا الشخص الفادي والخالق يسوع المسيح اللي كان يلقب بالخروف أيضا هذه الأسماء كلها سواء في العهد القديم أو في العهد الجديد تدل أن الحمل كان يستخدم خلال ذبيحة الفصح بتعرفوا كمان في كل يوم بيتكلم عن ذبيحة المحرقة كل يوم صباحا ومساء كان بقدموا حمل هذه ذبائح اليومية يعني هي ذبائح صرور وقود بيشتم فهي بتكون شبع أنه الله فعلا رضي على الذبيحة وهكذا أحبائي مكتوب عن أنه يصاق كشات تصاق إلى الذبح سواء في أشعية ثلاث خمسين أو في سفر إرمياء فإذن شو يعني هو هذا حمل الله يعني هو ذبيحة المسيح الكاملة بلا عيب بلا دنس الذبيحة النهائية الكاملة ليكفر عن خطايا العالم أي أنه لا توجد ذبيحة ولا يوجد أي نبي رسول من بعده لأنه الله كلمنا في يسوع المسيح اللي هو الذبيحة النهائية لاحظ ذبيحة الفصح واحدة من مميزاتها أنه ممنوع تكسر أي عظم الرب يسوع اقتبس في يحنى عظم لا يكسر منه ليكي يتم المكتوب يعني بالزبط كيف كانوا بيعملوا بحمل الفصح هكذا يسوع فصحنا لم تكسر عظم وهو على الصليب بيسميه دم كريم بريشس غالي ثمين مش الخيص من أجلك ومن أجلي وهذا ما أريد أن أكلم كل شخص عن حمل الله عن يسوع المسيح المخلص موسيقى موسيقى اشتركوا في القناة